بسم الله الرحمن الرحيم أيها المتابعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في حلقات لاهتمام بتربية الماعز والأغنام في قناة جودة فرق للسللات الماعز والأغنام هدف الأساسي هو تقديم قيمة حقيقية تستحق وقت المشاهدين والمستمعين الأعذاء وتساعدهم على النجاح مهما كلفني ذلك من وقت ومجهود فبادئ ذي بيد أحب أن أنوه على أن مجالات الاستثمار وجلب الأموال كثيرة ومتعددة ولكن في ظروف عالمنا المتنامي والمتجه للتصاعد وتضخم السكان أصبح من الضرورة توفير القوت الأساسي والضروري الغالب السكان العالم فقد ركزت حياتي العملية في مجال إنتاج الحيواني منذ فترة طويلة منذ نشأتي وطوال فترة حياتي الوظيفية بالحكومة والحقيقة كان الدخل منها يعتمد عليه بصفة أساسية وخاصة عند خروجي من المعاش للمعاش وانخفاض الرات وركزت العمل في تربية الماعز والأغنام لسهولة العمل بها ولتوفر صبل النجاح البيئية والمادية لها اخترت أن أخوض العمل في مجال تربية الماعز والأغنام لتوفر الإمكانيات لإنشاء مزارع لها في كافة ربوع البلاد من بادية وحضر وحتى فوق سطوح المنازل فأولا لماذا الماعز لأنه حيوان مستأنس والقوى الشرائية له متيسرة للغالبية العظمى من البشر كلا حسب إمكانيات المادية فضلا عن تفوقها على الأنواع الأخرى من الحيوانات لكلة المغامرة برأس المال المستخدم مقارنة بثمنها ببقرة ماثل وكذلك تكاليف إيواء وتغذية المعزة أسهل بكثير فضلا عن أنها تعد من الحيوانات الكانسة فهي تستطيع أن تلتقط وتعيش على فضلات المزرعة مما يجعلها لجدوة اقتصادية عند تربيات وحيث تغذية الرخيصة تجعلها أوفر في التربية مما يجعل الربح منها عائده أكبر ولحسن الحظ في هذه الأيام اتجى كثير من الشباب في كافة ربوع البلاد إلى إنشاء مذارع للماعز والأغنام ونجح الكثير منهم في ذلك وأصبحوا مثلا قيما للآخرين يحتذا به وأحب أن أنوه أنني سأكرث كل جهدي لتوضيح كيفية الاستثمار في هذا المجال وأوضح مخاطره والحد منها والتغلب على كل الصعوبات وهنا لابد من تناول الجانب العملي في تربية الماعز بشكل أكثر عمق لتحقيق الثروة من الاستثمار فيه فأولا عند تصميم المزرعة لابد من إنشائها بطريقة تسهل العمل فيه وتمكن العاملين على أداء جميع العمليات بالمزرعة بكل يسر وسهول وفيما يتعلق بالمأوى لا تحتاج إلى بناء متطور ولكن ممكن استخدام الخامات البيئية الرخيص والمتوفرة كفروع الأشجار وفلوك النخل وسدائب الغاب في إقامته فيجب أن يكون المأوى نظيف وواسع بحيث لا يزدحم الماعز ويخصص ثلاثة متر مربع لكل معزة من مبنى المنشاء ويجب مراعاة اتجاه الحظائر بحيث تكون في اتجاه يتلافى الرياح لحماية الماعز ويوفر للقطيع درجات الحرارة والتهوية المناسبة وأنا أفضل بناء حظائر نصف مزللة لتقل الماعز من الحرارة المرتفعة وتساقط الأمطار وجدير بالذكر هنا أحب أن أشير إلى أنني أستخدم فواصل حديدية لتقسيم المزرعة إلى غرف أحواش منفصلة لإواء كل مجموعة على حدة وتكون المربعات في هذه الفواصل بمقاس 25 سنت في 25 سنت لتمكن الماعز من إدخال رأسها وتناول من العلافات المجاورة ويراعف التقسيم الداخلي غرفة العزل وغرفة الولادة وأماكن للصغار الماعز وأخرى للتيوس بخلاف أماكن لتخزين الأعلاف وأحب أن ألفت نظر حضراتكم النوم الأهمية بمكان اختيار نوع الماعز الذي ستبدأ به المشروع فكان حتما أن أعتمد على الماعز الشام الذي توفر لنا من بلاد الجوار وخاصة فلسطين حيث دخل مصر عن طريق شمال سيناء من رفح والشيخ زويد وتوافر في أسواق العريش ولذلك أطلق عليه شام عريش نسبة إلى مكان الحصول عليه في مصر وهذا هو السبب وهذا هو السبب الاختياري للماعز الشام لسهولة الحصول عليها والرخص الثمنها وكما أنها ذات شهرة عالمية وأنها سنائية الغرب أي منتجة للبن واللحم في ذات الواقع وكما أنها وكما أنها تتأقلم بسهولة على ظروف المناخ المختلف في البلاد وسهولة الحصول عليها يجنبنا العناء من استراض سلالات ماعز من خارج البلاد من عملة صعبة وإجراءات معقدة من شحن والحصول على موافقات للإستراض وحجر بطري وخلافه من معوقات بما يجعل إقامة مزرعة تعتمد على سلالة أخرى أمر مستحيل وغير مربح بالمر حيث بلغ سعر المعز الوحدة في حالات الإستراض إلى عشرات الألاف من الجنيهات حيث يصعب على أي شاب أو مبتدئ الإستثمار في أي سلالة مستوردة وجدير بالذكر أن الماعز الشام تم استجلابه إلى عديد من دول العالم وتم التحسين الوراث فيه وأتى بنتائج ممتازة على يد مربيين من كافة دول العالم ومنها كبرص على سبيل المثال وفي الحلقة التالية سوف أوضح بعض مجالات تحسين الوراث في الماعز الشام وكيفية الاستفادة القصوى من هذه السلالة الممتازة وأخيرا أشكركم لحسن المتابعة أخوكم جودة فرد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا 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 اشتركوا في القناة